السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال بيقول هل يمكن لشات جيبيتي المساعدة في رسم المخطط والاشكال الهندسية باستخدام طريق الاوتوليس بالبيت الاوتوكاد تغني عن عمل الرسوم يدويا في برنامج الاوتوكاد طيب اول شيء شات جيبيتي ينفع يديك كود اوتوليس على طول مجرد تقول له كتب لي حاجة بالاوتوليس بيكتبها لك جربناه كتير واشتغلت تمام ولازم نقول انه ممكن ما تشتغلش فكل اللي عليك ان انت هتقول له الكود ما اشتغلش جاله رسالة خطأ كذا فهو بيصلح الكود ويديك الكود الجديد ويقول لك معلش ناسف بيبقى فيه اختلافات اصدارات او محتاج يكتب حاجة ثانية للحاجة الاولنية او حاجات زي كده يعرف مثلا حاجة طيب فشات جيبيتي جربناه كتير مثلا ان لو عمل لنا لسب الكذا يعمله ويتجربه وتشتغل وان شاء الله زي الفل المرحلة الجاية بعد كده ان هيبقى الزكاية اللي صناعي سواء الشيطي جيبيتي او غيره موجود جوه الاوتوكايت جوز اللي هي تجزى من الاوتوكايت تقول له ارتكتب كده بالانجليز يا ممكن مشيطي جيبيتي ارسم لي مقعب 10 سنتي في 10 سنتي وحط جوه فراغ بدايرة على هيئة مثلا اثنين ميلي او ثلاثة ميلي وهكاست ليه عملها لك فده يوفر كتير يعني انت مش محتاج تروح للشيطي جيبيتي وتقول له عمل لي وتاخد الكود وتروح لأ هيئة اطباتك تروح هناك تكتب له بالانجليزي هو هيكتب بقى الكود ويبعته الاوتوكايت وتظهر معك دايركت يعني الموضوع هيبقى سهل سهولة يعني انت خلال مثلا انت مسططتش ال جيبيتي على الويندوز وبقى ده اتكلمه صوت او الكتابه وتقول له لو سمحت غير الخلفية دي اللي خلفية الاهرامات هو بالهول هو بقى يدور على النت كده في ثانية ويجيب لك الخلفية ويرح اتطهلك قل له طب معلش انا عايز اكتفل الكمبيوتر بعد ساعتين لان انا بعمل عملية نقلة تاخد ساعة ونصف فمش محتاج استنى خلص انت الموضوع او خش الغيلي كل اصدقائي الستات او البنات او الولاد اللي فوق الستين سنة اللي فوق خمسين سنة اللي تحت العشرين سنة يعني هو بقى يدور على اليوم واحد واحد ويبقى يشوف ايه المين يتحفي من وصفات ويعمل له دليت من حسابك على الفيسبوك والانستجرام وكذا فهيبقى مش مجارب مستشار لا ده هيبقى المساعدة الشخص بتاعك اللي هو ينفذ لك كل العمليات الشرعية وغير الشرعية كل اللي انت عايزه تقول له مثلا ايه انا عايزك تجيب لي احسن عشر قصص وكونوا شبه مثلا الميرامار وتشتروا هوملي من مكتبك كذا وتبعت هوملي على عموني في البيت تمام فتوزهل ان الحاجة دي اتعامل تفعلي فأفشر ان شاء الله خير اشتركوا في القناة